النمر المراكط ده حكايته حكاية فضل واقف لمدة طويلة جدا فوق الشجرة ومرعوب والكلاب البرية محوطا من كل اتجاه وطلع الموضوع ان النمر ده تجنن وقتل كلب بر صغير وفورا وبدون تردد عيلة الكلب تجمعه وجري ورا النمر عشان ينتقموا منه الكلاب البرية معروف عنهم الترابط والاتحاد في مواجهة اي معتدي وطبعا النمر ده كده كتب نهايته بايده ولازم هيدفع التمن بمجرد ما نزل النمر المراكط من فوق الشجرة هجمت عليه الكلاب البرية فورا عشان ياخدوا حق ابنهم اللي اتقتل وفضلوا يعضوا فيه لغاية منام على ظهره واستسلم لقدره المحتوم